منتخب مصر بالعلامة الكاملة متصدر المجموعة ولكن طبعا مساء الخير عليكم جميعا يا رب يومكم يكون سعيد عايزة اقول انا مش حابة اتكلم من ناحية الفنية كتير على منتخب مصر بصراحة انا مش شايفة فنيات بصراحة انا شايفة منتخب بيكسب ببركة دعا الجماهير يعني عارف انت فكرة ان مفيش اي حاجة بس الناس قاعدة بتدعي يا رب المنتخب يفوز فبينفوز انا ده اللي انا شايفاه انما كتاكتكس بارض الملعب او حاجة فنية انا مش شايفة الكلام ده كمان عكس ما بيقول كابتن حسام حسن ودايما مش عارفة ليه يعني بيطلع يقلل من اللاعبته وبيطلع يحاول يبروز ان هو المدير الفني العلامة الجبار بس يعيل وماشى لتحت ايده مش احسن حاجة بيوصل دايما ده للجماهير ان هو يعيني الراجل عبقرينه ولكن انا مغلوب على امري ده انا عندي تلاتة لعيبة محترفين في اوروبا ولا مش عارف كام فانا شايفة العكس تماما انا شايفة ان لعبتك هي اللي مخليك لحد الوقتي انت لسه موجود بمكانك مش انت خالص مش التكتكس بتاعتك مش فنيات مش خطة انت حاطتها جبارة ولا اي حاجة خالص ولا الزعيق ولا الحز ولا الكلام ده كله هو اللي جايب نتيجة اللي جايب نتيجة ان انت معاك لعيبة فعلا لعيبة تقيلة فعلا لعيبة كويسة جدا ولكن بكل اسف انت بتوظفهم غلط اصل يعني انت مش عارف تستغل قدرات اللعيبة اللي موجودة عندك حط عليها كمان انت اختياراتك اصلا غلط والتشكيلة اللي انت بتحطها مش احسن حاجة يعني انا ما ينفعش اخد الصفوة ولا جيب صفوة الصفوة وحط اللعيبة كلها ورص في الملعب في حين ان انا ممكن فيه لعيبة عادة على البينش ممكن تكون اقل شوية او اسماء اقل شوية ولكن مكانهم بالملعب هيبقى افضل ان انا حط اللعب ده هنا مكان ده وان انا حط ده مكان ده انا بخسر كتير فهي القصة مش قصة اسماء ولا حاجة ولا قصة انه ما عندوش قماشة كويسة قصة انه هو بيوظف لعيبته بشكل خاطئ وتحس انه هو اليوم تخد يعني احنا كلنا كنا بنتكلم على منتخب موريتانيا انه هو يعني تسنطب جديل يا جماعة ده مش هيبقى قوي اوي او منتخب يعني مش عايز اقول منتخب ضعيف ولكن اليوم كان عنده تنظيم دفاعي بدرجة عبقرية قفل كل المنافذ على حسام حسن انا بقى ككوتش كبير مفترض ان انا وقت اشوف ده بارض الملعب يبقى عندي بلان بي يعني مفيش كوتش بالدنيا بينزل بيلعب يعني هي خطة واحدة وخلاص لا لازم يبقى في خطة بديلة فبالتالي لما لاي ان الملعب مقفول للدرجات دي وان الفرقة منظمة صفوفها دفاعي بشكل قوي جدا فانا هبتدي اعمل بقى ايه بلان بي واشوف انا المفروض اعمل ايه لكن تفضل خمسة واربعين ديئة لا مش عزور خمسة واربعين ديئة ده انت شرط الاول والشرط التاني كمان ما عبدايته وانت قليل الحيلة وانت مش عارف تتصرف وانت مش عارف تفكر ما عندكش حلول خالص استحواز يا فرحة قلب يخدوا الكرة بس لو انت اخدت الكرة عملت بيها ايه لا شيء فبالتالي انا من وجهة نظري شايفة ان الفوز ممكن الناس تختلف معايا جدا ولكن دي وجهة نظري انا الشخصية ان الفوز باقدام لعبي منتخب مصر بس لكن كابتن حسام حسن مع كامل احترامي ديك انت يعني وجودك لو حتى ما كنتش موجود على اللاين كانت المباراة تبقى بنفس الطريقة بل بالعكس كان ممكن يكون افضل عندي يعني كونسورن كبير قد كده على شيء تاني وده الاهم وده اللي انا كنت هبدأ بيه كلامي وكنت هقوله ميسيج صغيرة وهقوله يا كابتن حسام لو عايز تنجح وتفضل مكمل في مكانك انت محتاج يعني بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة ما تعملش مؤتمرات يعني اطلاش مؤتمرات صحفية اطلاش تتكلم لانك وانس انك فتحت بقك انت بتبهدل الدنيا خلينا ننطقي برضو الكلمات انت بتطلع تتكلم كلام مش في محله خالص بتقلم اللي عدتك اوقات بتعمل عدوات اوقات كتير جدا بتجيب سيرة ناس مش مفترض ان انت تجيب سيرتهم انا دلوقتي عندي ماتش وانا اطلع لكم بحلقة مثلا ليلة الماتش مفترض والمنطقي والطبيعي انا هتكلم على الماتش وهتكلم على كاكوتش انا هتكلم على الفنيات هتكلم على الاستعدادات للمباراة هتكلم على البطولة هتكلم على اللي انا بتطلع ان انا حققه هتكلم على لعبتي مش عقد اتكلم على اتحاد وعد اتكلم على كراسي وعد اشحة على حالي وفجأة الموضوع يتحول لعقدة الخواجل لعند ناس كتيرة جدا وقصة هتبروني يا هتبروني رجل أجنبي يا جماعة وكلام غريب جدا أنا قريته والله وشفت فيديوز اليوم كلها غريبة الحمد لله ما شفتش مبارح المؤتمر كله يعني طيب فحاجة بجد غريبة جدا يعني أنت بتفكر إزاي هو أنت ليه من أزمة للتانية يعني مفترض أن نحن نحاول أن نقفل على لعبتنا ومفترض أن نحن نشجع وندعم ونحفز ونعمل حيات كتيرة علشان نعمل حتى ببوش للعيبة بغض النظر عن الفنيات بقى وهو ده اللي إحنا كنا بنقوله فكرة أن أنا مطلع شعبي واخترناه اخترناه وأنا جايب بأصوات الجماهير والكلام الحلو الكبير الجميل ده يبقى يكون عيش مع ناس كتيرة طيب بايدوي يعني ولكن أنت مفترض أن أنت ما تخلص من أزمة تقفل على فرقيتك خلصنا من قصة العركة اللي بين محمد صلاح وحسام حسن الحمد لله الدنيا بتدت تبقى يعني لطيفة وهدية وريئة فأطلع بقى ايه أعود أقول كلام تاني أعجب وخلي أن الناس تبقى زعلانة مني أو الكلام أو ما وراء الكلام أن أنا بتكلم في أن أنا يعني سموني في حالي بقى سموني أشتغل بقى يا جدعان وبلاش ما هو أي حد هيطلع هيمسك مكانك وقبلك 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 كنا بنتكلم وبننتقد وبنقول السلبيات وبنقول الإيجابيات فبالتالي ياريت يا كابتن حسام يعني اقفل بوق شوية وحاول أن أنت تروق شوية اهدى شوية وبلاش تفضل تطلع التصريحات عن تارية وبعد الماتش أنا أنتظر يعني سبيتش جبار أنا كسبان اتنين بقى وإيه هبة بقى فأنا أعتقد إيه هنشوف كلام كبير ومجعلص فربنا يستر من اللي جاي فقعدت خالتي للتاتة دي بصراحة ما بتأكلش عيش وما لاش لازمة وخلوني على ذكر خالتي للتاتة أقول لكم حاجة تانية مهمة جدا يا تبقى كويك وان كده بس مش دلوقتي طيب فبغض النظر عن بقى أي حاجة فنية في الماتش بس خليني أقول لكم عن تلات لعيبة لفتوا نظري اليوم ولازم أمنشن التلات لعيبة دول أولهم طبعا مروان عطية الشابو مروان عطية أحسن لاعب بالماتش اليوم عظم على العظم يا مروان كنت عملة طول الماتش أقول ربنا يسطر عليك من الإصابات فعلا كان شاي للفريق حتى الهدف بتاع محمد صلاح بدايته كانت عند مروان بتمريرة عبقرية لحمدي فمروان عطية بجد أحسن لاعب في المباراة واتكلم عن أحسن لاعب في مصر يعني اللي جاي من أكبر علع في مصر فأحسن لاعب في مصر الأحصائيات بتاعته جبارة وأرقامه جبارة بصراحة بسم الله من شاء الله لهم مبارك يعني خمس ماتشات بدون أي مساهمات لا جولز ولا أسست فيعني ما شاء الله عليك يا أحسن لاعب في مصر وخليني أتكلم برضو سريعا على تريزيجول تريزيجول ملك الحلول بأمانة اللعب اللي طول الوقت وأنا باتفرج على الماتشات تاعت المنتخب هقول الراجل ده underrated يا جماعة جدا والمنقذ هتقوليه طب ما احنا كسبانين اتنين ومو صلاح جاي بالهدف التاني هقولك ده اللي فتح الماتش هدف تريزيجول هو اللي فتح المباراة بشكل كبير جدا انت عندك فرقة بتلعب بس كده يعني هي قفل عليك وقفل عليك صح جدا فانت لو كنت تشقلبت انت ما كنتش عارف تختارق ما كنتش عارف حتى التصويبات اللي من برا ما كانتش دقيقة اناف يعني ان هي تبقى جول الحارس كان بصراحة عمل ماتش كويس صد أكتر من كورة كانت كويسة فانت كان ماتشك مقفول جدا وعلى فكرة كانوا هيلعبوا كده لآخر الماتش إلا بعد طبعا خاصة نعنديش حاجة أبكي عليها دلوقتي فيه رياكشن منهم وفيه اندفاع هجومي علينا فبالتالي الدنيا بايت أسهل وبايت ألطف فجي الجول التانية ولكن فعلا تريزيجول هو اللي نجى حسام حسن من سيل من الاتهامات كان هيتعرض لي خصوصا بعد تصريحاته اللي أنا كلمتكم عنها بأول حالة طيب وأعتقد يعني كده كفاجد دن كلام على المنتخب لأن ما فيش حاجة نتكلم عليها نتمنى الأفضل إن شاء الله في الفترة اللي جاية وأتمنى إن الدنيا تبقى أحسن من كده وكابتن حسام حسن يحاول يركز مع فرقته أكتر ما بيركز فيه الكلام خليني أقول لكم على بقى ذكر خالتي للتاتا وأتكلم على النادي الأهلي حاجة غريبة وإحنا مش معتدين إن ده يحصل مع النادي الأهلي إن إحنا يكون عندنا حد بيج ماوس ودي ظهرت مع بداية تصريحات الجوادي لما راجل طلع واتكلم كلام لا يليق وكان مفترض إن إنت لما حد تكون جوه اللوكر روم إن إنت تبقى مش عايز أقول لعيئة للمكان اللي إنت كنت فيه ولكن يعني بنالتزم الصمت في بعض الكلام ممكن يكون مبالغ فيه في بعض الكلام بيبقى حقيقي جدا ولكن أنا كنت بمكان في حاجة اسمها أمانة مهنية يقتضي أو تقتضي إن إنت تكون عندك أمانة كفية إن إنت ما تطلعش تتكلم عن أسرار جوه الغرف المغلقة نهاية بأمير توفيق فأنا ده مش عجبني خالص ومش حباه خالص ومحزني وبتمنى من كل قلبي إن إحنا اختياراتنا الفترة اللي جاية تكون بحساب ونكون عارفين مين الشخص اللي هو أهلاوي قلبا وقالبا اللي بينتمي لمنظومة طول عمرها يعني دعونا نعمل بصمت والكلام الكتير ده مش بتاعنا اضطرنا إن فيه مسؤولين بيطلعوا بيتكلموا بيطلعوا يردوا وبيطلعوا يردوا على حاجات نادي الأهلي أكبر منها بكتير تصريحات إحنا طول عمرنا أخدين عليها وطول عمرنا بنسمعها ويعني بصراحة إحنا كجماهير أو إحنا كناس بتطلع تتكلم أو بتنتقد آي إن كان بقى ده إعلامي صحفي وتعافر هو إيه شغلته ولكن ده عادي إن إحنا نعمله بنرد على الكلام بشكل ساخر بشكل كاميدي بنهزر عادي إنما يبقى مسؤولين بيطلعوا بيتكلموا بيردوا على كلام أنا مش عارف أقول عليه كلام مضحك جدا شايف أن دي أوفر جدا شايف أن دي حاجة مش بتاعتنا وصلنا الليفل وحش قوي الناس بتطلع بتتكلم في توقيت مش صح أبدا بترد على حاجات ما لهاش لازمة فأنا كان لازم أقول ده إنه هو مش حلو خالص وأعتقد إن شاء الله بإذن الله خلاص خلاصنا الفترة اللي جاية هيبقى فيه صمت بقى تام ما أعتقدش إن فيه حد تاني يطلع يرد خصوصا إن انت بتطلع من حوار بتدخل في اللي بعده بنخلصنا من قندوسي طلع لنا تاول لدرب كولر هنخلص من ده يطلع لنا كهرباء غطبان ومش عايز يلعب يعني هنفضل طول الوقت في الكلام ده وده الطبيعي وده اللي بيحصل إحنا عتدنا الأمر فأعتقد إن إحنا مفترض ما نشوفش الكلام ده الفترة اللي جاية ونقفل على فرقتنا ويبقى الطبيعي بتاعنا إن إحنا آه خسرنا بطولة وما جناش البطولة ودي حاجة من حاجات نزعلاني بوضحها للمرة التالتة علشان برضو الناس بترجع تقول لي كرة ما كسب وخسارة وإنتوا ما عندكوش الحتة بتاعة تقبل الهزيمة عشان إنتوا على طول بتاكلوا الأخضر واليابس حتى الناس اللي بتقولها بطريقة لطيفة أو بطريقة كومودية يا جماعة والله هي مش كده أنا أخسر بشرف أنا ألعب واخسر أنا أعمل علي واخسر إنما أكون أنا ما جيتش هو ده اللي مزعاني هو ده اللي خلاني يعني فعلا كان بالنسبة لي الموضوع مش أحسن حاجة فأعتقد الفترة اللي جاية محتاجين نقفل على فرقتنا ونركز في تطوير الفريق وإن إحنا نشوف أخطاءنا كانت فين ونحاول نصلحها أكتر من كده اليوم الأهلي فاز بوديته أمام الحرس بثلاثية مش إنديكيتر لأي حاجة بالنسبة لي ولكن أنا سعيدة بين فيه لعيبة ما كانتش شاركة ابتدت تشارك وبتدت تاخد فرصك ولري يشوفهم علشان أنت عندك نواقص مفترض للعيبة اللي أنت جايبها دي عشان بتسد الثغارات فكان مفترض أن ده يحصل قبل أصلا ولكن الحمد لله أن هم ابتدوا ياخدوا فرصتهم كمان فكرة كولير أنه ياخد كل اللعيبة معاه الإمارات على اعتبار أنه هيعد أسبوع كامل عشان يبقى فيه تناغم وتجانس واللعيبة تبقى كلها مندمجة مع بعضها والتدريبات تبقى كلها مع بعضها أعتقد أن دي فكرة إيجابية جدا جدا وعظيمة أنه كولير فكر كده أنتوا عارفين أن أنا ما بحبش أبدا أتكلم على الحتة بتاعت الصفقات دي خالص إلا لما تتم وتنتهي ولكن حتة أن فيه مهاجم أجنبي جاي الفترة اللي جاي إن شاء الله أنا بتمنى من كل قلبي أن القصة دي تتم فعلا مهمة قوي مبارح بعد ماتش منتخب فلسطين الشقيق والعراق وسام أبو علي وقع ومسك رجليه بالدية الأخيرة إن شاء الله إن شاء الله تبقى حاجة بسيطة ولكن ده بالزبط اللي أنا كنت بتكلم عليه فكرة أن أنت اللاعب بتاعك أنت عندك مهاجم واحد بالفريق كان دي أهلي مفاشب عندك مهاجم واحد أصلا ده كده كده فحتت كمان إن لقدر اللاعب بتاعك تصاب كنت دايما بقول ده يا جماعة طب لو اللاعب تصاب أنت هتعمل إيه أنت خلاص ما عندكش حلول هترجع تحاول تلعب بكهرباء اللي أوريدي أنت كنت راكنه الفترة الماضية اللي إن شاء الله بإذن الله يستعيد مستواء الفترة اللي جاية ولكن أنت ده مش مكانه الأساسي فنازم يبقى عندك مهاجم قوي ناس كتبت ناشي معاه في الكومنس أو كتبتلي في الكومنس بايدوي أنا بقرأ الكومنس كلها بقرأ الكومنس كلها أوقات كتير قوي يعني بعتذر الوقت ببداية ما بكونش عارفة أرد عليك ولكن فعلا بقرأها كلها ناس كتير قوي كتبتلي حتة الدكتورة طب إحنا ليه ما بنجيبش مهاجم محلي آه هو ما فيش حد بالكفاءة دي ولكن حتى شان بقاش فيه منافسة بينه بن أبو علي والرجل يبقى خاف إن حد ياخد مكانه والكلام ده كله وأنا دايما بقول إن بالعكس نظرية الافتراس يا جماعة دي حاجة يعني نظرية عايش عليها فرق كتير جدا على فكرة فيه ناس كتير عايش عليها ببرا الوسط الرياضي حتة إن انت تعلي من كفاءتك لما بيحصل إيه انت كموظف لما بتلاقي معظف زميل هو في شغله جامد جدا وتحس إن انت تخسر مكانك انت بتفايت وبتقدم أقوى ما عندك علشان تحاول تحافظ على مكانك نفس الفكرة بالضبط انت عندك لعب لعب سوبر مهاجم قوي جدا لما جي مهاجم كمان قوي معاه ده هيحفزه أكتر وهيحمسه أكتر وهيبقى بيلعب بأقصى أفرت عنده علشان هو خايف على حتته كنت لسه بتكلم على الشناوي في الحتة دي وكنت بتكلم على إمام عشور في الحتة دي إن بالعكس اللعب اللي بيكون ضامن مركزه آه ممكن تكون دي المنتالة خالص بتاعته سوا أبو علي بس هي الطبيعة بشرية أنا بخاف على مكاني وبعايز حافظ على مكاني فبالتالي لما يكون فيه منافسة شريفة يبقى دي بالعكس بترفع من كفاءة اللاعب فهي حاجة كويسة جدا علشان كده أنا مع مهاجم أجنبي قلبا وقالبا إن شاء الله بإذن الله الدنيا تتم برواء كده وبهدوء ويكون صفقة قوية ومحترمة سند لي وسوا أبو علي بنتمناله إن شاء الله إن هو يكون بخير والموضوع يكون بسيط بلاس تسعين ده مش مجرد شعار لما نقول إحنا ملوك التسعين ده مش شعار إحنا بنردده دي جي نات بتطورسها الأجيال اليوم فريق الكرة النسائية النادي الأهلي كسب ودي دجلة بلاس تسعين واحد سفر عايز أقولك حاجة مهمة جدا حاجة بقى أنا شفتها بعيني دي حاجة مش بقولها نتيجة مثلا متش شفته أو حاجة أنا تفرجت على فرقة ودي دجلة السنة الماضية كان فيه بطولة عند ابني في مكان ما وكان بعدهم شفت فرق نسائية فسألت وأنا عدا بتفرج لفته نظري جدا فقلت إيه ده يا جماعة بجد إحنا عندنا فرق أقوية للدرجات دي فقالوا لي ده فريق ودي دجلة أنا شفت بعيني الفريق ده يا جماعة فريق قوي جدا جدا وأعتقد إنه هو هيبقى المنافس الأول للنادي الأهلي مش أي فرقة تانية يعني مش هقول أسماء تانية هو الفرقة دي أنا فعلا شفتها فرقة قوية جدا جدا فسعيدة قوي بالفوز اليوم هو تاني فوز على التوالي وهنفضل دايما وأبدا إحنا ملوك التسعين خليني أختم حلقة اليوم بحاجة لطيفة جدا هرجع أقول ردا على أخ كده شفت بتبعتولي على فكرة ببامسوطة قوي بالفيديوز الي انتوا بتبعتوا هالي دي عشانا فعلا وقت ما بيسمحش نقعد أتفرج على كل الحلقات دي مقاطعة كده صغيرة بس مضحكة قوي لحد عمال بيكلمك ويرد على كابتن نهاب الخطيب يقول له أنتوا زالين ليه إن إحنا قلنا إحنا أكبر قلعة ما أنتوا بتقولوا إحنا أحسن نادي في الكون والعظم نادي في الكون وبلا بلا بلا الزعلين ليه؟ إحنا مش زعلانين والله إحنا بزعلانين إحنا بنتحك أنتوا خلاص بقيتوا الكاميك ده بقى بيتامي في كل حتة في العالم يعني فهم أنت لو قصت تسف على حالك والله ما كنت طلعت الكلام ده ولا عملت هاشتاج ولا رفعت لافتة إحنا دايما بالرد بالواقع بأرقامنا وبطولاتنا وبالإحصائيات بتاعتنا أنتوا بتوع كلام فتمام فعلى ذكر القلعة البيضاء الكبيرة أو أكبر قلعة بيضاء في الكواكب والمجرات المجاورة كمان شفت اليوم حاجة تحكتني بشكل مش طبيع قالك أن نادي الزمالك بيتقدم بخالص الشكر للعب الجديد اللطيف الجميل السوبر هيرو لعب ليفر بول اللعب الجبار اللعب في الدوري الإنجليزي والناس علاقت الكهارب وعملت حاجات كده أفروح وقادت الشموع وكان فيه حاجات على السوشال ميديا بقالنا كام يوم يعني وطوا الصوت شواء يا جماعة احنا مش عارفين ينام فاهم بسبب اللعب ده وأنه اللعب العالمي وكفاء أنه ما فيش حد في مصر وفيش قلعة في مصر كبيرة عشان نزلت مينة وما بقولش قلعة فالقلعة الكبيرة جابت اللعب ده وما فيش حد يعرف يجيبه احنا جبناه وحاجة بقى عظمة على عظمة يا ست هب يا باشا تسحى الصبح النهاردة تلاقي ان نادي الزمالك يقولك احنا بنتقدم بخالص الشكر للعب ومقدرين الفترة اللي هو قضاها معانا ده حتى الكلام بيدحك يا جدع فترة ايه اللي 4 أيام ونص يعني الماتش وربع انتوا يا جماعة بتقولوا ايه فترة ايه بعد كل الهيسة دي رجعت وقلت وقلت وقصى اللعب قالك لا انا مش خاضع انا مش خاضع للتقييم هو ما ينفعش يتقييم وفوق النقد اللعب برضو قالك لا انتوا لس هتحطوني تقييم وكلام من ده واتكده نشوف الموضوع الكونتراكت وكده لا اني آسف فما عجبوش فاحنا قاسفين احنا كمان ما عجبناش فاكتشفنا الكلام ده بعد ما جيه وشارك وشفناه برض الملعب اكتشفنا ان هو اللعب اعلى من التقييم واجبر من التقييم فيعني يدومتم بصراحة والله يعني تانكيو على الابتسامة الحلوة اللي انتوا بتحطوها على وشنا تي كانت موضوعتي ديوم اشوفكو على خير تانكيو اشتركوا في القناة